بسم الله الرحمن الرحيم أحبة في الله هذا السؤال وردنا ما هو معنى الصلاة على النبي ولماذا صلى الله على النبي ولماذا نقول صلى الله عليه وسلم الله تعالى يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي حتى إن بعض المشككين قالوا هل يعني الله يسجد للنبي حاشا إلا هم لم يفهموا القرآن نحن نعلم أيها الأحبة أن أفضل ما يفسر القرآن هو القرآن فما معنى إن الله وملائكته يصلون على النبي يجب أن نبحث في القرآن عن آيات مشابهة لنستنبط المعنى الدقيق لهذه الآية أنا لدي هنا آية أيها الأحبة يقول الله تبارك وتعالى فيها هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيمة إذن سنأخذ آية الثالثة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم أمر للنبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي علينا نحن المؤمنين وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع علينا إذن هنا لاحظنا أن كلمة يصلون أو يصلي أو صلي دائما يليها أو تليها كلمة على يصلون على النبي هو الذي يصلي عليكم وصل عليهم إذن هنا أيها الأحبة اتضح المعنى لم يقل الله يصلي لك لأن الصلاة نحن نصلي لله ولكن الله يصلي علينا لاحظتم يعني أنا عندما أصلي أصلي عبادة وسجودا وركوعا لله ولكن الله عز وجل عندما ينزل علي الرحمة هذه صلاة علي إن الله وملائكته يصلون على النبي أي تنزل رحمة الله على النبي هو الذي يصلي عليكم أي تنزل رحمته عليكم تتنزل الرحمة عليكم وصل عليهم ما معنى صلي عليهم أي أدعو لهم بالرحمة والمغفرة لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون هو الوحيد من الخلق الذي وصف بأنه رؤوف الرحيم هاتين الصفتين المتتاليتين رؤوف الرحيم لم تذكرا في حق أي من البشر إلا في حق حبيبكم عليه الصلاة والسلام لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عانيتم بالمؤمنين رؤوف الرحيم كلمة رحيم ذكرت في القرآن 114 مرة كاسم من أسماء الله الحسنة بعدد سور القرآن والمرة 115 وردت بحق هذا النبي الكريم رأيتم أيها الأحبة القرآن فيه 114 سورة الرحيم أو رحيم أو رحيما بمختلف الصياغ في القرآن كله ذكرت 114 مرة بعدد سور القرآن وكأن الله يريد أن يقول لك في كل سورة هناك رحيم سيرحمك إذا قرأت هذه السورة 114 مرة تكررت كلمة الرحيم ورحيما بعدد سور القرآن ومرة واحدة ذكرت هي المرة 115 بالمؤمنين رؤوف الرحيم بحق هذا النبي لأنه بالفعل رحيم بالمؤمنين عندما يعني دعانا إلى الله عندما أعطانا هذه المعلومات هذه الحقائق هذا التشريع الرائع عندما كان حريص علينا يريد أن يمنعنا الشر وأراد لنا السعادة والحياة المطمئنة وأراد لنا الخير أيها الأحبة فهذه رحمة بنا لذلك هذا النبي الله أمره قال وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ أَيْيْ أُدْعُ لَهُمْ لَهُمْ أَدْعُ لَهُمْ أَدْعُ لَهُمْ بِالْمَغْفِرَةْ وَالْرَحْمَةْ فهذا يثير أو يحدث السكون والطمأنينة والسعادة لهم والله سميع العليم إذن من هنا أيها الأحبة عندما قرأنا هذه الآيات الثلاث نستطيع أن نرد على هؤلاء المشككين نقول لهم إن الله وملائكته لم يقل يصلون للنبي قال يصلون على النبي أي يرحمون ويدعون لهذا النبي الكريم الآية الثانية هو الذي يصلي عليكم لأن الملائكة استغفر أيها الأحبة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا إذن الملائكة تستغفر لنا هذا الاستغفار هو صلاة علينا رحمة تنزل علينا وليس لنا لكي لا يأتي ملحد ويشكك القرآن دقيق جدا لا يوجد في القرآن يصلي لفلان لا يصلي على فلان وهذا الأمر أيها الأحبة ينطبق على جميع آيات القرآن إذن الصلاة على النبي كيف تكون النبي صلى الله عليه وسلم علمنا قالوا كيف نصلي عليك يا رسول الله قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد في العالمين إنك حميد مجيد وهناك صياغ طبعا عدة صياغ كلها صحيحة ومتواتر عن نبي صلى الله عليه وسلم طبعا نحن عندما يعني هذه الصلاة طويلة نوعا ما يعني كلما أردنا أن نقول مثلا قال النبي سنقول اللهم صلي على محمد وآل محمد صيغة طويلة أحيانا تختصر نقول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أو صلى الله عليه وآله وسلم أو صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فكلها الصيغ هذه الصيغ أيها الأحبة لا بأس بها يعني البعض يقول هناك صلاة بتراء وهناك صلاة يعني غير بتراء كاملة وكذا حقيقة أنا عندما تأملت القرآن القرآن الكريم لا نريد أن نخوض في الروايات والأحاديث ولكن إذا تأملنا القرآن يعني مثلا لا نجد أن الله تعالى يصلي على النبي وآله مثلا يعني الله يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي فإذا يعني لو كان هناك الصلاة بتراء لم نجد هذه الصيغة في القرآن لاحظتم أيها الأحبة لو أن هناك صلاة كاملة وصلاة غير كاملة طبعا الأفضل هي الصيغة الكاملة التي علمنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام ولكن الإنسان عندما يقول صلى الله عليه وسلم أو اللهم صلي على سيدنا محمد اللهم صلي على نبينا محمد أي صيغة أنت ترتاح لها تأخذ أجر طبعا الأجر أكبر عندما تقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت كذا كذا الصيغة التي علمنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام ولكن أي صيغة أخرى فيها صلاة على النبي لا بأس بها أما أن نقول إن هذا مخطئ يعني من يقول صلى الله عليه وسلم مخطئ وصلاته ناقصة وغير كاملة وسيعاقب على ذلك هذه المبالغات أيها الأحبة القرآن دقيق لو كان هناك يعني ما يسمى بالصلاة البتراء أو الصلاة المبتورة أو الناقصة أو كذا لم يقل الله إن الله وملائكته يصلون على النبي فقط كان قال إن الله وملائكته يصلون على مثلا النبي وآله وكذا وكذا مما يدل على أن صيغة الصلاة على النبي صيغة صحيحة لأنها وردت في القرآن فنحن دليلنا القرآن والسنة أيها الأحبة والروايات الواردة طبعا تحتاج إلى تفسير وتحتاج إلى أقوال علماء نحن كما قلنا لا نعطي فتاوى ولا نخوض في خلافات مذهبية وعقائدية نحن الذي يهمنا أيها الأحبة أن نقول إن القرآن الكريم يقول هذا والعلم يقول هذا وما هو الأفضل الأفضل يعني كلما زدت بهذه الصلاة أفضل كلما قلت اللهم صلي على محمد أو اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وصحابته وكذا كلما زدت أنت تشمل يعني دائرة أكبر الذين كانوا حول النبي عليه الصلاة والسلام محمد رسول الله والذين معه القرآن لم يميز كل من كان على نهج هذا النبي هو معه كل من كان اتبع هذا النبي وصدق في اتباعه ومات على ذلك هو مع النبي صلى الله عليه وسلم لذلك أيها الأحبة خلاصة هذه الحلقة أن معنى يصلون على النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي أي يدعون للنبي بالرحمة هو الذي يصلي عليكم أي تتنزل رحمته عليكم وصلي عليهم أي أدعو لهم بالرحمة ونحن عندما نقول اللهم صلي على محمد يعني اللهم اغفر له ارحمه بلغه المنزل العالي هذه كلمة صلي أيها الأحبة كلمة شاملة يعني كلمة ارحم لها معنى محدد تمام اللهم ارحمه ارحم نبينا صلى الله عليه وسلم اغفر له كلمة أخرى معنى آخر اجزه خير الجزاء عن أمته ارفعه بلغه الوسيلة كلمة صلي يعني كل تشمل كل أنواع الدعاء رأيتم أيها الأحبة لأن الصلاة التي نقوم بها فيها قراءة قرآن وفيها دعاء وفيها رحمة ومغفرة وفيها سجود وركوع وتسبيح وتكبير إلى آخره فكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لك لم يقل إن الله وملائكته مثلا يدعو للنبي أو يرحمونه أو كذا أو كذا قال يصلون لتشمل كل معاني الرحمة والدعاء والمغفرة والمقام المحمود والوسيلة ودخول الجنة كل هذه المعاني لذلك خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ادعو لهم بالمغفرة بالرحمة عاملهم بالتي هي أحسن هذا جزء من الصلاة عليهم دلهم على الطريق الصحيح ادعو لهم بالخير ادعو لهم بالرحمة يعني كلمة صل كلمة واسعة جدا أيها الأحبة نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا ويعلمنا ويفقهنا في الدين فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد الله به خيرا فقهه أو من يرد الله به خيرا يفقه في الدين والقرآن يقول يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة